مرحباً الرحمن الرحيم أعزائي طلبة صفرة بردداء النهارة بإذن الله عز وجل نحن لتدريبات درس جديد من دروس مادة اللغة العربية بعنوان هناء على سطح القمر طيب أول سؤال يا شباب هو لي اقرأ ثم أجب ده عنوان آخر للدرس الشباب قد ركز معاكنا هنقول مثلاً هناء رائدة الفضاء رقم با يا شباب بما حلمت هناء حلمت هناء بأنها تلبس ملابس رواد الفضاء وتنطلق بمركبة الفضاء إلى سطح القمر رقم جيمة شباب لماذا كانت هناء تطير مثل الفراشة أتبع الإجابة يا شباب كانت هناء تطير مثل الفراشة بسبب ضحف الجاذبية على سطح القمر تمام طيب رقم ده لشباب ماذا تمنت هناء تمنت هماء أن يكون معها أصدقائها وزملائها حتى يستمتع معا على سطح القمر وكلا خلصنا رقم واحد يا شباب السؤال رقم اتنين اقرأ سمهات من الدرس المطلوب وضعها في جملة من عندك معنى كلمة سعيدة يا شباب أول حيطلب مني معنى كلمة سعيدة ومعنى أريد معنى كلمة سعيدة أي مسرورة أعيز أحطها في جملة أول مثلا أختي مسرورة لنجاحها طيب ما معنى كلمة أريد يا شباب معنى كلمة أريد أي أتمنى أتمنى أن أتعلم السباحة تمام بعد كده يا شباب ما مفرد كلمة حركات مفرد كلمة حركات حركة يا شباب ممكن نحطها في جملة حركة العجوز في السير بطيئة طيب ما مفرد الفراشات مفرد الفراشات الفراشة هقول مثلا في جملة تقف الفراشة تقف فوق الزهرة تمام ما مضاد كلمة توقفت يا شباب كلمة توقفت مضادها صارت هقول مثلا صارت سعاد مع زميلتها إلى المدرسة طيب ما مضاد كلمة نسية يا شباب كلمة نسية طبعا مضادها إيه تذكرت كلمة نسية مضادها تذكرت أقول مثلا في الجملة تذكرت أختي أن اليوم عيد ميلاد أخي عيد ميلادي يا شباب أخي طيب نخلش على اللي بعديها أجمع كلمة جار كلمة جار الشباب جمعها جيران أقول مثلا في الجملة أحب جيراني وأتعاون معهم بعد كده أجمع كلمة صاحب أصحاب أحطها في جملة أحب أحب أصحابي وأتعاون معهم نشاط رقم 3 تخيل أنك يصعد راستها القمر ده طبعا نشاط شباب بعد كده نقرأ آية كراءة جيدة بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفزوا من أقطار السماوات والأرض فانفزوا لا تنفزون إلا بسلطان وكده بفضل الله عز وجل قد انتهينا من حل تدريبات هذا الدرس وإلى اللقاء في حلقة قادمة